اشتركوا في القناة درج الحرارة الحالية 38 درجة مئوية الرطوبة النسبية متدنية ونوعا ما 15% ولكن أعزاء المشاهدين نتوقع عودة للرطوبة النسبية ابتداء من يوم السبت رؤية الفوقية جيدة تزيد عن 12 كيلو صور الأغمار الصناعية توضح السماء صافية وخالية من السحب وأيضا تتأثر دولة الكويت بانتداد مخفض الهند الموسمي الذي يمأثر علينا وراح يستمر معانا خلال اليام القليل القادمة الليلة تأسحار إلى مال الحرارة واستمرار للرياح الشمالية الغربية خفيفة لمعتدد السرعة قد تصل سرعتها إلى 35 كيلومتر الساعة ودرجات الحرارة متوقعة في منتصف هذه الليلة خاصة على المناطق الساحلية متفاتمة بين 33 إلى 36 درجة مئوية بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد لاحظة أعزاء المشاهدين خفاض ملحوظ قد تصل درج الحرارة إلى 31 درجة مئوية خاصة في منطقته السالم الشقاية في مساء الغد أجواء حارة واستمرار للرياح الشمالية الغربية خفيفة لمعتدد السرعة تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 45 كيلومتر الساعة مع فرصة للغبار خاصة على بعض المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى متوقعة في مساء الغد مدينة الكويس 46 درجة مئوية جزرنا الشمالية في لتشاوبوبيانو 4 متفاتة ما بين 39 إلى 44 درجة مئوية حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيفة لمعتدد الموجي على الأحيان وارتفاء الموجي من 2 إلى 6 أقدام المواغيت بذن الله على حسب توقيت المحل مدينة الكويت معددان فجر في الساعة الثالثة و 54 دقيقة موعد شروق الشمس في الساعة الخامسة و 19 دقيقة أما غروب الشمس في الساعة السادسة و 24 دقيقة التواصل المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 يام القادمة إن شاء الله يومي الخميس والجمعة طقص حار إلى شديد الحرارة واستمرار لرياض الشمالية الغربية خفيفة لمعتد السرعة قد تنشط على فترات قد تزيد سرعتها 45 كلمتر ساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة و درجات الحرارة العظم متوقع متفاتة ما بين 46 إلى 47 درج مئوية بالنسبة للصغرى قد تصل إلى 30 درج مئوية تدام من يوم السبت حتى يوم الأثنين عودة لرياح الكوس و رطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية أجواء شديدة الحرارة مستمرة معانا ولكن متوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى 30 درج مئوية و تقل عن ذلك 28 درج مئوية بمع الحساس الرطوبة قد تزيد درجة الحرارة العظمى إلى 50 درج مئوية و 55 درج مئوية ولكن درجة حرارة الهواء الفعلية قد تصل إلى 47 درج مئوية استمرار لرياح الجنوبية الشرقية رياح الكوس ابتداء من يوم السبت حتى يوم الأثنين ستكون خفيفة لمعتدد السرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 26 كيلومتر الساعة بالنسبة ليوم الأثنين قد تصل إلى 40 كيلومتر الساعة أعزاء المشاهدين إلى هنا تنتين إشرتنا الجوية شكرا على حس المتابعة و الآن مع درجات الحرارة حول عاصم العالم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر